عودة تكدس مخلفات القمامة في تعز ينذر بكارثة جديدة في ظل ترد الوضع الصحي جراء الحصار المفروض على المدينة هذه مشاهد لا تسر الناظرين ولم تترك أثراً إيجابياً عن مدينة تدب فيها الحياة رغم الحرب والحصار بل أصبحت مؤذية وسبباً في كارثة يمكن تلافيها تتكرر هذه المشكلة مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل السلطة المحلية كجهة حكومية وهي صاحبة القرار المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع المخلفات من شوارع وأحياء مدينة تعز تجنباً لوقوع كارثة بيئية تتراكم الأسباب التي عادة ما تؤدي إلى هكذا مشاهد أصبحت تسبب حالة من السخط بين المواطنين ويتجاوز الأمر إلى عودة حتمية للأوبئة التي لم تكد المدينة تتخلص منها بشكل نهائي ولعل أحد أبرز الأسباب التي فاقمت من مشكلة تكدس المخلفات في المدينة هو عدم التزام السلطة المحلية بالانتظام بتسليم رواتب العمال المكلفين برفع هذه المخلفات حسب ما ذكر صندوق النظافة والتحسين وهو ما أدى إلى توقف العمال عن عملهم احتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم أهم المعوقات الموجودة الآن عدم وجود رواتب منتظمة للموظفين وهذا الذي أيضاً أتمنى من الحكومة بشكل متكامل ومن السلطة المحلية العمل حل رواتب العمال رواتب العمال طبعاً غير منتظمة لا تأتي إلا بوفى الثلاثة الأشهر أو الأربعة الأشهر ونضطر أيضاً بعد ذلك يضطر العمال في بعض الأحيان إلى الإضراب وإضراب يوم للعمال يكدس القمامة على مستوى المدينة بشكل متكامل ونرقع نرفعها أسبوع إلا أن ذلك لا يعفي الصندوق من تحمل المسؤولية كيفما كانت كونه المعني بذلك ومن مهامه متابعة الجهات الرسمية لدفع رواتب العمال بشكل منتظم حتى لا تتفاقم الكارثة وعلى هذا التقاعس يبقى الوضع الصحي والبيئي بمدينة تعز في خطر وهو ما سيلقي بتداعيته السلبية على المواطنين الذين يكتوون بنار الحرب منذ خمس سنوات ترجمة نانسي قنقر